خلاص خلصت علي جمعة ألقى آخر أوراقه وأعلم أني مفيش كمان صعبان أقرأ ومفيش عذاب قبر وعذاب القبر ده عبارة عن حاجة نفسية زي الشعور بالاكتئاب الظلمة ظلمة المكان مش أكتر لا في حد يمسك كورباج ومسك مرزا بعملة خبط فيك ولا في ناكر وناكير يعني ناكر وناكير مفروض دولة ملاكين زي الملاكي يجيلك في صورة وحش شكله مزعج ومرعب ويجي رفك حتى في موتك فالراجل طبعا قال الكلام ده من فترة بس انتشر هذه الأيام بيقلبوله بقى في الدفاتر القديمة ده يعني كده أخرجه تماما من الملة لأن من ينكر عذاب القبر يخرجه من الملة يعني الآن فعلا علي جمعة خارج عن ملة المسلمين لأنه أنكر المعلوم بالضرورة من الشرع أنكر ما يسمى بعذاب القبر وضمة القبر وفتنة القبر وسؤال القبر لغى كل ده وقال لك ربنا مش هيعمل كده بالتأكيد ربنا مش جايش لدك مش باعت ناس بالكرابيج تهبت فيك الكلام ده حسن خد يقول انتو بتقلفوا ولا حاجة أهو لحظة واحدة أخت فاضلة وبنوتة كده جميلة بتقول ان الأخوال كتير أوى يا مولانا عن عذاب القبر وقال صعبان الأقرع وضمة القبر هل في سند لده لا صعبان أقرع ما فيش صعبان أقرع ما فيش اللي حاصل ها ان الزمن عند الله سبحانه وتعالى مختلف سيبك من الزمن دي عشان من عندنا تلات داية خليك بس سيبنا من موضوع الزمن ده مالها الدنيا كده ضلمة ايوة لكن عذاب القبر موجود عذاب القبر موجود بس مش اللي في خيالنا عذاب القبر موجود بس اللي مش في خيالنا يعني يعني مش عذاب مادي الريحة وحشة الريحة وحشة الدنيا ضلمة ها وفخناقة في الحلم يبوض كبوس 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 بس زي الكبوس كده اه اذا كان الكبوس بيحصل بننكر ليه عذاب القبر اه ومعدي اللي مش عايز عذاب القبر ما عملش من جباد بتاعت عذاب القبر نفسي نفسي ويساعد الناس نفسي والمقصود بي إرهاب المسلمين تخويف عشان الإنسان يخاف عشان الإنسان يخاف يربو ويخاف برضو عشان ما يتماداش لا يتمادى في شهوات وتغيار وظلم صعبه للأراضي ومنعه للميراث من الأبناء وإذن داع كان لبثكم قالوا لبثنا هاو من أوضع ضياني هذه الحكاية في عذاب القبر وعذاب القبر ليس هو الخيال اللي عندي ليس هو الخيال ما فيش الشجاع الأقرع ما فيش الشجاع الأقرع كلام باطل عقيد التأهل السنة والجماعة والقرآن والسنة فيها كان ايه تعرضون عليها تعرضون عليها يعني تشوفوا يا باي ايه ده ده عذاب يعني يبقى الواحد متدايق بالظرط يعني يبقى العذاب انه ظلمة الواحد متدايق ظلمة سبحان الله ظلم مش مبسوط هادي عذاب القبر يعني ها من أبواب الجنة أو كذا نعم ايه الدنيا مزهزه معاه هنا ورا ويسه الموضوع نفسي يعني قطع من الجنة يعني شمم الأطور شمم الأطور شمم الأطور حلوة مبسوط لكن عذاب القبر ما هواش يعني حاجة درامية ما فيش حاجة درامية بتاعتكو دي لا سعبان أقرأ ولا كربيت ولا ضمة القبر ولا أي حاجة من الأشياء دي هادي الراجل أعلن تماما خلاص هو علي جمعة خلاص كده أنا أعتقد أنه أهدر دمه إهدار دم علي جمعة رسميا الآن خلاص أهدر دمه بينفل معلوم من الدين بالضرورة بينفل ودي تهمة خطيرة عموما أنا مبسوط أن أنا بكون معاكم على التوك توك وخلاص بقى إلى بدلة أجلكم بدلة أعمل زي وعد لابس بدلة ورح ورح البحر خلاص بقى خلاص بقى أعملي أنا خطى على البدلة طبعا بس سيبعض معاكم على طول في الكجول ده وانتظرونا كل قليل بإذن رب المجلس والمسيح يومكم جميل السلام شكرا